أهلاً وسهلاً بكل التميذات والتلاميذ وأولياء الأمور أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة في إطالة استعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى للمستوى الرابع نشوف نموذج للفرد الأول الدورة الأولى مادة النشاط العلمي للمستوى الرابع إذن نموذج أتلقى على شكل بداية في الوصف إذن ده السؤال الأول استخرج من الوثيقة طرق انتقال فيروس كورونا المستجد إذن عن قرار الوثيقة مزيان انطلاق لنا الوثيقة عن خرجه إذن نجاوب على الأسئلة يعني انتقال مباشر وانتقال غير مباشر ينتقل فيروس كورونا المستجد عن طريق القطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص مصاب لمرض كوبيد 19 عندما يسعل أو يعتز أو يتكلم أو عن طريق ملامسة الأشياء والأسطح التي وقعت عليها هذه القطيرات كالطاولات ومقابل الأبواب والسلالب بعد لمسة العين أو الفن أو الأنف في اليدين إذن أجمع القصد من الانتقال المباشر يعني كيفاش ينتقل إذن مباشرة إذن كوبيد 19 من الشخص المصار أما الانتقال غير مباشر كيفاش ينتقل عن طريق شيء آخر إذن بالنسبة الانتقال المباشر هو الاتصال المباشر مع الشخص المصار عندما يسعل أو يعتز أو يتكلم أما الانتقال غير مباشر هو هذا الشخص عندما يلمس واحد شيء أو سطح دي جو قاتلي قطيرات دي الشخص المصار إذن عمدوا بالانتقال المباشر إذن انتقال المباشر عن طريق ماذا؟ عن طريق القطيرات إذن هنا القطيرات أو كنسبهم الرداد إذن عن طريق القطيرات هذه القطيرات التي يفرزها إذن كم نعتك شيء نخرجه من النص التي يفرزها من الشخص المصاب إذن الشخص المصاب إذن هذا الشخص المصاب إذن كي نقل واحد الرداد عن طريق ماذا؟ إذن عن طريق قطيرات التي يفرزها الشخص المصاب عندما يسعل عندما يسعل أو يعتس أو يتكلم إذن عندما يسعل إذن يسعل إذن هنا السعال أو يعتس أو يتكلم إذن هناك نقل الرداد مباشرة إذن أو يعتس أو يتكلم إذن هذا بالنسبة للانتقال المباشر إذن هذا الانتقال المباشر ومشو الانتقال غير مباشر إذن بالنسبة للانتقال غير المباشر إذن هنا نشوفه بالنسبة للانتقال غير المباشر قلنا عن طريق ماذا ملامسة إذن عن طريق ملامسة إذن عن طريق ملامسة ماذا الأشياء أو الأسطح إذن هنا عن طريق ملامسة الأسطح التي وقعت التي وقعت عليها القطيرات إذن هذا التي وقعت عليها قطيرات الشخص المصاب قطيرات الشخص المصاب إذن هذه الطرق انتقال فيروس كورونا إما انتقال مباشر أو انتقال غير مباشر إذن هنا بالنسبة عن طريق ملامسة الأسطح التي وقعت عليها قطيرات الشخص المصاب إذن هذا بالنسبة لفيروس كورونا إذن هنا عن طريق ملامسة الأسطح التي وقعت عليها قطيرات الشخص المصاب انتقالوا السؤال الثاني أربط بسهم كل عبارة بما يناسب إذن نحاول الربط بالنسبة كل عبارة بما يناسب وعن تلوث الماء تلوثها وتلوث الأرض إذن أمرض جهاز تنفسي انتشار الأزبال والحشرة بنفوق الأسماك ما معنى النفوق الأسماك هي موت الأسماك إذن تلوث الماء من الأسباب أو النتائج إذن نفوق الأسماك إذن هنا بالنسبة لتلوث الماء تلوث الهواء بالنسبة لتلوث الأهواء هذه التي تجعلها أمراض الجهاز التنفسي وعن تلوث الأرض انتشار ماذا؟ انتشار الأزبال والحشرة إذن هذا بالنسبة لسؤال الثاني انتقلوا السؤال الثالث إذن سؤال الثالث عندنا أضع علامة إكس أمام السلوكات اليومية التي تعزز الصحة الجيدة إذن بالنسبة للسلوكات اليومية التي تعزز هنا بالنسبة صحة جيدة أغسل يدي مرة واحدة في اليوم إذن خصني نغسل يدي إذن فيما قسل أو ساخ أو شي حاجة موسخف أو شي حاجة موسخف أغسل يدي مرة واحدة في اليوم عدة مرات في اليوم إذن هذا مشي سلوك صحيح أتناول وجبات وأغذية متوازنة؟ نعم لأنك تحافظ على الصحة إذن هنا نعملو علامة إكس إذن أتناول وجبات وأغذية متوازنة ألعب في أماكن ملوثة؟ إذن هذا خطة إذن هنا ممكن تقاس بشي مثلا شي فيروس إكس ترى إذن هنا قسمي لعب أماكن نظيفة إذن هذا سلوك غير صحيح إذن لا يعزي الصحة الجيدة إذن هنا السلوك الذي يعزي الصحة الجيدة هو أتناول وجبات وأغذية متوازنة إذن عن تقنو كسيان أو سؤال أنوالين بالفرنسية إذن هنا بغني لعلي سي ديسو إذن هنا نعملو علامة إذن أشياء اللي كاتسام يعني معنفولوش من تقريم التشار إذن فيروس كورونا إذن هنا سلوك غير مالما أغذية بالسابون إذن أغسل بنتي دام يديا بالسابون إذن غستي ألا ميزان البقاء في المنزل إذن أغسل بنتي دام يديا بالسابون إذن بالنسبة لها سلوك غير مالما أغسل بنتي دام يديا إذن غستي ألا ميزان؟ يعني خذنا إرتداء الكمامة يعني باش انتفادوا انتقال الفيروس إذن كان هذا هو تصحيح وكان هذا هو انتحان انتحان في المتناول نتمنى أن نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء